طبعا الفنون الصخرية هي في ظني أنها تتجاوز 1400 وفق سجل للأثار الوطني قد توصل لأكثر من 3500 موقع هي موقع دولي مول مقصود أنه نقشوا نعم موقع ولكن كل موقع يحتوي مئات اللوحات نصنف الموقع أن نحيز جغرافية ضم مجموعة من البقايا الأثرية سواء منشآت مادية أو سواء فن صخري والله إن شاء الله عددها دائما تزايد كلما نرى هذه التراث تعلن أرقام متجددة ومحديث صحيح لدينا تقريبا الذي وثق في السجل للأثار الوطني حوالي 9000 موقع أثري وتقريبا 4000 موقع تراث عمراني فهذه المواقع يتم تسجيلها وفقا لمعايير علمية وتصنيفات معينة فبالتالي المواقع الأثرية لا ننسى أيضا موقع يجبه وشوي مسبحايل وموقع حما في نجران هذه مواقع سجل على قيمة التراث العالمي في اليونسكو وهي متاحف مفتوحة تضم عشرات الآلاف من اللوحات التي تتنوع موضوعاتها ومعطياتها وأيضا أساليبها الفنية وهناك العديد من الدراسات التي تمت على هذه المواقع وما زلنا نستكشف الكثير والكثير حول الفن الصخري في المملكة دكتور نايف شكرا شرفتنا في مساء الثقافية امتعنا حديثك عن الصخور إن شاء الله تأخذنا جولا بإذن الله أنا زرت موقع حما لكن في موقع كثيرة إن شاء الله نزورها في المستقبل رباد الله يحييكم وهيئة التراث يعني بيتكم الثاني وترحب بكم سواء جولات ميدانية أو اجتماع يعني تعريفي ويعني أخوي بإذن الله بإذن الله تعالى شكرا جزيلا دكتور